اشتركوا في القناة سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع على العكس تماما مما ذكر في الحلقة السابقة حيث أننا سنتحدث عن الحروف التي تكتب ولا تنطق وهذه الحروف هي أولا زيادة الواو في كلمة عمر في حالتي الرفع والجر للتفريق بين عمر وعمر فنقول ونكتب عمر بن الخطاب وعمر بن العاس كلاهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ زيادة الواو في اسم عمر للتفريق بينه وبين عمر أما في حالة النصب فلا حاجة للتفريق بالواو لأن اسم عمر ممنوع من الصرف لا يلحقه التنوين بينما اسم عمر منوا فنقول ونكتب رأيت عمر وعمر يتنزهان في الحديقة ثانيا زيادة الألف بعد دواو الجماعة المتطرفة في الأفعال فنقول ونكتب الأطفال لعبوا وأكلوا وشربوا واستمتعوا بالمناظر الجميلة وفي حالة الأمر نقول ونكتب يا أيها الأطفال لعبوا وكلوا واشربوا واستمتعوا بالمناظر الجميلة وفي حالة الأفعال الخمسة المتصلة بواو الجماعة المسبوقة بحرف ناصب أو جازم نقول ونكتب الطلاب الذين لم يحضروا إلى المدرسة أمس لن يشاركوا غدا في الرحلة ومن الجدير بالذكر أن الألف تزاد بعد واو الجماعة المتطرفة في الأفعال فقط فهي لا تزاد بعد واو جمع المذكر السالم في الأسماء كما في معلمو المدرسة مخلصون مهندسو المشروع حاضرون فمن الغلط الشائع زيادتها في هذا الموضع وهي في نهاية اسم لا فعل كما نرى في كتابة بعضهم مع الأسف تلكما جملتين على النحو الآتي معلمو المدرسة مخلصون ومهندسو المشروع حاضرون بزيادة الألف بعد الواو كما أن الألف لا تزاد بعد الواو الأصلية في الفعل المعتل الآخر بالواو مثل يغزو يسمو يعلو ينمو وأنا أعدو كل صباح إلى آخره لأن الواو هنا من أصل الفعل وليست واوا للجماعة وصلنا الآن إلى الفقرة التي ينتظرها الجميع وهي فقرة اضحك معنا أترككم مع الصورة ولا تنسوا أن تخبرونا انطباعكم عن الصورة في التعليقات أسفل الفيديو اشتركوا في القناة اليوم أتمنى أن أكون قد وفقته في شرح والتبسيط وأن تكونوا قد استفدتم منها تمام الفائدة وقبل الختام أرجو منكم أن تدعمونا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وأتمنى نشر الفيديوهات بين أصحابكم ومعارفكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع كما أستقبل ملاحظاتكم واقتراحاتكم بخصوص هذه السلسلة في التعليقات أسفل الفيديو وفي حسابي على الفيسبوك المسمى أنمار محمد محاسنة والأهم من كل هذا هو أن لا تنسونا من صالح الدعاء كان معكم في التقديم أنمار محمد محاسنة وفي الإعداد أستاذ محمد عصام علوش في سلسلة الأخطاء الإملائية الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في أمان الله